قام رئيس الحكومة أحمد بن مبارك بزيارة إلى دار الفردوس لرعاية الأيتام في مدينة التقنية بالعاصمة عدن اتلاعي على الخدمات التي تقدمها للأيتام والفعالية والأنشطة لتنمية مهارتهم وتجول بن مبارك في أقسام الدار موجها بتلبية عدد من احتياجاتها لتحسين خدمتها مؤكدا أن الحكومة لن تتدخر جهدا في تقديم الدعم والتسهيلات لهذه الشريحة مشددا على ضرورة الارتقاء بالمستوى التعليمي والمعرفي والنهوض بواقع الخدمات المقدمة للأيتام والعمل على تنمية مواهبهم وهوايتهم وبناء شخصيتهم ونويها بالجهود التي تبذلها إدارة الدار والقائمين عليه في تأمين متطلبات الأطفال الأيتام في أجواء عائلية تعويضهم ما أفقدتهم إياه ظروف الحياة